كنوز أفام كنوز أفام نسيك الدنيا و ما فيها تكنوز في كل ما يخص لتابلت و السمارتفون الجي عمرها منجحة تكون عندها بلاسة بها من بين الأكبر أسفار أبل و سامسونج هذا كعليش في تكنوز اليوم مش نحكي لكم على محاولة الشركة الاستحواذ على سوق الأكسسوارات مش تفرض وجود أهم في السوق كشفة الجي رسمة على انفنسيون جديدة تتمثل فيه كلافية بليابل يركب على التابلت خاصية الكلافية الجي اللي اطلق عليه اسم رولي كيبورد هو انه يتطوي على أربعة ويولي في الفورمة متاعها صغرونة سهلة ليس نهزوها معنا في كل بلاسة دو بلوس الرولي كيبورد مرتاحة على الأخر في الاكتباء على خطر التائم تعليم بوتان قد قد تقريب كما الكلافية النورمال وزيد إلى تريسوليد بس كم مصنوع من ميدة الاباس المقاومة الرولي كيبورد فيها باتارية تحت حتى لثلاثة أوشرة وثناجم تخدم أميمتان على دوز أباري باستخدام تقنية البلوتوث 3.0 الجي مشتخدم البروديو جديد متاعها في بداية سبتمبر في EFA 2015 اللي مش يصير في برلين ألمانيا عمال كوميرسياليزازيان مش تبدأ من أمريكا قبل ما تتبيع في الأوروب وناتندوك البروديو يخلط التونس تيكنوز لليوم وفات خالدي قلكم تحياتي تيكنوز 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 أفام تنسيك الدنيا ومشياء